بدا تلا بس عليكم كنتمنى تكونوا باخر وعلا خير انتم كتشاهدوا هادلا فيديو الحلقة الاخيرة مسلسل حكايتي غدي نشوفوا صدقائي عارف اللي يمشى بالسيارة ديالو لحقاش مانار مرضات ثاني فاش غدي يكونوا غدي في الطريق غدي تكون خديجة غدي يكون صابر كامل غدي يكونوا مخلوعين الوقت اللي غدي دور عارف غدي يبدأ يشوف مانار واش هي باخير للاسف غدي يحرق ضوء الاحمر وانا غدي تضرب واحد طنوبيلة من بعد غدي تجي واحد شاحنة كبيرة بزاف وغدي تضربهم للاسف اصدقائي غدي يكونوا في واحد الحالة صعيبة بزاف خصوصا خديجة لان خديجة هي من جهتها جات الدقة غدي نشوفوا اصدقائي بان عارف هو غدي وقعوا لي غير شي ضربات اللي هما خفافين ماشي بحال هما بثلاثة غدي نشوفوا بانهم غدي هزو مانار مانار اصلا هي من الول كانت مغيبة ما غدي تشوف تاشي حاجة غدي تضيوها الاسعاف وكذلك غدي هزو خديجة خديجة مضربها في الكرش ديالها وكذلك غدي يمشيوا صابر باش يهزوه غدي لقوا الباب ما بغيش تحلهم غدي هرسوا ذاك الباب وغدي يجبدو غدي نشوفوا اصدقائي بان عارف غدي بقى مصدوم يعني ذاك شي كامل اللي ترى غيبقى غير يشوف مفاهم تاشي حاجة غدي يمشي عندوا واحد من دوك الاسعاف يعني دوك الولاد اللي كيسعفوهم غدي يقولوا ليه يالله نديروا لك يعني شي دواء لحسب الجبهة دياله غدي يقول لهم لا غدي يجروا غدي يدخلوا قالوا بالله صافين كينا مانار المهم مانار عفوا ديك الوقيته غدي توقف القلب ديالها وعارف غدي بدي غوط ديال زفة يقول لها مانار ما تمشيش وتخليني مهم يبقي غوط يقول لهم ديروا شي حاجة وهما غدي بدو انهم يضربوا لها على القلب ديالها وغدي نشوفوا بان الابناء ديالها غدي يكونوا مصدومين بزاف يعني غالسين غير بوحدهم لان جيدة اصدقائحت هي عندها واحد لمشكل ديال ابن ديالها تختافها مهم جيدة غدي تخلي ديك الولاد ديال مانار وغدي تمشي تقلب على ولدها ديك الولاد غدي بقوا عند واحد سيد يعني تماكينه في الدرب غدي نشوفوا اصدقائي جيدة غادتها هي وعقلها مرفوع غدي تبدأ تفكر اللحظة اللي صغنا لها عمران وقال لها بان الابن ديالهم راح هرب المهم ديك الوقيته عمران صدقائي كان معاشيرين كيتناقشوا في واحد الامر ديال الصور ديك الساعات ولده خرج من الطمبين مش هرب والولد اصلا مريض في التواحد والمهم اصدقائي ان شوفوا جيدة غدي تمشي تجري وليك الساعر كبه في الطنوبيل وكتخل مول طاكسي يلا سر بي سر بيضغيع وكذلك غدي نشوفوا عمر ما عرفت اشي حاجة هو كي يخيط معليه ما بي حتى غدي يجيه واحد الاتصال هدي يقولوا لي هوش انت عمر ايقول لهم اه غدي يقولوا لي همار تكراكي نفس بيطار السيد ما غدي يحسوا ما غدي يشعر حتى غدي تخفويته هذلك شيرين اللي مش هتتحاسب مع ريم حيث ريم هي اللي صفتات الصور لعمران وخسرت العلاقة اللي بيناتهم المهم غدي تدخلوا غدي تقول لي هم فينا هيا ريم غا تقول يا ريم اجي عندي انا نيت كنت تسناك غدي تقول لي علش صفتي زعمت تصاور لعمران انا شنو استفتي من هاد الشي كامل غدي تقول لي ها عجبني الحال بغيت لعب معكم شوية بجور صفت ليه تصاور شنو فيها غدي تقول لي ها شيرين انا غادي نندمك غامشي عند البوليس غادي نقول لي ها شيرين باء صابر انتح الجوج دية الشخصيات غادي تقول لي ها عفوان ان ها تقول لي ها سيري راه الباب سيري عندهم ان ها therapist غا دي كامل تنتي أجتني درسي جلقا اصابيوا استقول لي ها زال ما تقول لي ها حادي تقول ليا во بقى لي الاب ديالك غادي تقول لي ها ريم تعطلتي بزاف لان الاب أعطاني اعطاني واحد لوحد لعمران بأنه وخلقا ليا Kungoke�ccion ها شيرين غادي تقول لي ها ايو انا elevated لكن خليت حتى تصافري وغادي نجيل عنده كيفاش غادي نشوف واحدة زوينة بحالة وصغيرة وما غاديش يتزعط فيها ريم غادي تقول لهم خرجوا عليها برا هادي ديك الساعة تصديقائي ريم غادي تجيب لها الخدامة التليفون وغادي تخبرها بأن الأب ديالها مات المهم صدمة ريم أنها غادي تبقى تغوت بزاف شيرين ما غا تفهمتها شي حاجة غا تحاول تاني الدخول باش تفهم ريم علش كتغوت ولكن السيكريتي على برا اقول لها ممنوع سفي سيري في حالك ديك الساعة تصديقائي غادي نشوفوا بأن مونير غا يشدوه البوليس فالدار ديال نادر وغادي نشوفوا بأن عمار غادي تضربه الفيقة غادي بقى غادي وخا ما خاضرش يتمشى حتى غادي وصل عند مول تاكسي غادي يهزو وغادي يديه ديركت مهم المستشفى ديك الساعة غادي بيون لنا خديجة وما نعرف واحد الحالة لي هي صعبة بزاف ومن بعد صديقائي يعني عمار فاش غادي وصل المستشفى غادي تكون سالي يعني الشخصية ديال سالي بدلوها ولكن غادي جيل عنده غادي تعنقوا غادي تقول لها المهم خالي خاصتك تقرس أو لتدخل حتى نتايا يعني يشوفوك يعني الحالة ديالك يقول لهم بالله أنا ما بيتشي حاجة قولوا لي غير مرتفينة هي يقولوا لي مرتك راها باخير مهم غير قلسنتايا وتتهد أنا يقول لهم بالله أنا بغيت نشوفها كذلك صديقائي غادي نشوفو يعني سالي من بعد ما خلس أن عمار يقلس السارة حادي تدخل عند عارف المهم غادي تشوفوتها هو كيبقى غادي تسول هاتها هو على العائلة كاملة غادي تقول لهم كاملين يعني الحالة ديالهم مستقرة في نفس الوقت غادي تشوفو شي راجعة للدار ديالها غير غادي تبغي تدخل غادي تجيها واحد الاتصال المهم سالي هي اللي غادي تصل بها هادي تقول لها الأم ديالك راها عملات مهم حادث غادي تقول لها حتى مانا غادي تقول لها ما صوقيش في مانا يوقع اللي بغا يوقع غير الأم ديالي ما تقاس متى شي حاجة مهم غادي تجري المستشفى في نفس الوقت أصدقائي سالي غادي تشوفو شي عند عمار وغادي تقول لها شنوقع هشنوقع المرتك يعني غادي تقول لها الحقيقة كامل بأننا مرتو يعني الحالة ديالها صحيبة بزاف ومهي ما نشوفو أصدقائي بأن جيدة غادي تكون غادة في الطريق غادي تصل بها سائل وغادي تقول لها بدك شي كامل اللي وقا جيدة غا تصدق بالزاف وغادي تقول لها كي دير دابا ومأ وهادي تقول لها حالة ديال هما استقرار دابا من بعد وغادي تشوفو ما زال الشهض غادي يطرق غادي تقول لها هونتي فينيك غادي تقول لها شوفي هذا درني يوالدي ودابا أنا غادي عند عمران باش نشوف نقلبه على الولد ص Milwaukee غادي توصل عند عمران سفحة قل أقي انا غادي انقطع غادي تهبط سوف يقول لهم ما لانا غدين هرب سافر غاني جيب لك فلوسك سافي غادي تمشي تجري عند البوليس وغادي تقول لي ما شلقيته يا ولدي فينا هو ولدي غادي تقول لي ها واش عندك شى صورة دياله غادي تقول لي هم آه صورته غير مؤخرة يعني فاش بغا يخرج غادي توريهم صورة دياله والد دياله للباث للابس وغادي تقول لبوليس وشوف هذا راح كان معامرة اخرى هذا السباب ديال ان الابن يالي هرب وغادي بيوني لنا الابن ديالها اللي هرب في واحد الشاحينة من بعد غادي نشوفو شيرين اللي غادي تجري المستشفى غادي تلاقى معها سالي غادي تقول لي ها تهدني غادي تقول لي ها شنوقع ها شنوقع وموهم الام ديالك في واحد الحالة اللي هي صعيبة سافي شيرين غادي تبكي بزاف وكتعنق فيها سالي والموهم مصدقائي غادي نشوفو جيدة اللي باقي كتت الشتر مع البوليس وكت الشتر مع عمرة وكت قاوليهم خاص لكم انتهم توم تعالقاء لي يا والدي الموهم غادي تبقى غادي جاية وكتتغوث وكاتقل لهم بان هذا هو السباب غادي تقول لي نشوف هاذا vemشي والدك هاذاكرا هولدى انت اختار تي باش تمشي معها هديك سير معها موهم غادي تقول لهم توم ب ض بيكم السباب حتى الابن ديالي تختارق والمهم اصدقائي غادي نشوفو بان مولتاكسي غادي يجي وغادي يقول جيدة اعطيني فلوسي رابغيت نمشي من قبيلة وانا كالسين غادي تقول لي سير بعد مني بقيت لي حتنته في الحساب ونعم ران غادي جر مولتاكسي وغادي يقول ليش حلقة تسالك المهم غادي يقول لي قدو القد غادي جبد وغادي اعطيه الفلوس وبالنسبة الجيدة اصدقائي غادي تبقى تغوى التماكينة لحقاش الابن ديالها ملقاتش ليه الاعتار والمهم اصدقائي هنا غادي تكون تهاتي الحلقة كنت منها انني حكيت لكم طريقة زوينة ما تنسونيش بلايك وزيدوش يجعوني كتر وكتر وبسلام عليكم